مرحبا، يتم إعطاء العلامات أو الدرجات لمعظم الامتحانات في الجامعات الألمانية ونظام العلامات أو الدرجات الألماني الأكثر شهرة يتكون من الدرجات من 1 إلى 6 وهي حسب الترتيب التالي وعلى عكس العالم العربي حيث لا يزال الثناء على الأداء الضعيف موجودا لحد الآن فإن معايير التقييم في ألمانيا تكون على الشكل الآدي فالطالب الذي يحرز درجة 1 يعتبر عمله ممتازا أو جيد جدا والطالب الذي يحرز درجة 2 يعتبر تقديره جيد أما الطالب الذي تمنح له درجة 3 فيعتبر تقديره مقبول والذي ينال درجة 4 فيحصل على تقدير ضعيف أما الدرجات 5 و 6 فهي علامات تقديرها راسب وبالتالي فإن درجة 4 تعتبر أيضا كدرجة نجاح وبالمناسبة تستخدم العديد من الكليات أيضا معايير علامات أو درجات من صفر إلى خمسة عشر حيث تمنح علامة صفر لأسوأ أداء وخمسة عشر لأفضل أداء يتم تنظيم معيار العلامات أو الدرجات الخمسة عشر مع معيار العلامات أو الدرجات ستة كالتالي اشتركوا في القناة